للنقاش التحق بنا في الاستوديو رئيس لجنة العلاج والتهيل بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وكذلك استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان الدكتور فيصل بيشي أهلا بك دكتور فيصل معنا في نشرة النهار أهلا بكم حياكم الله و سعادة للمساكم و مشاهدي و مشاهداتكم خير أهلا وسهلا بداية ما هو الإدمان الإدمان هو تناول مادة معينة بهدف الوصول إلى لذة مزعومة وتناولها بشكل مستمر حتى يتم التعود عليها مع علم الشخص الذي يتناول هذه المادة بأنه هذه المادة جالسة تسوي لأضرار جسديا ونفسيا وحتى اجتماعيا متى نستطيع أن نقول أن هذا الشخص أصبح مدمنا؟ ممتاز هذا شيء مهم لا بدنا نفرق بين الإدمان متى يصل الشخص المتناول لأي مادة إلى مستوى الإدمان الإدمان حتى نقول أن الشخص أصبح مدمنا لا بدون يكون هناك زيادة في الجرعات من وقت إلى آخر حتى يصل إلى نفس الجرعات ممكن يبدأ مثلا بحبة واحدة كانت تعطيه المفعول هو يحتاجه ومع الوقت ما استطاع أن يوصل المفعول مع الحبة فبدأ بزيادة الجرعة فزيادة الجرعة مهمة جدا أيضا وجود أعراض انسحابية عند توقف استخدام هذه المادة أو حتى تنقيص الجرعات اللي فيها وأيضا أن الشخص هذا أصبح يقضي معظم وقته في الحصول على هذه المادة أو تناولها أو حتى نقول البيعها أحيانا أيضا نقطة مهمة أن الشخص هذا يظل يتناول هذه المادة ويدمن على هذه المادة مع معرفته بأنها مضرة له وأيضا يكون هناك نقص في الوظائف الشخصية للمدمن هذا اجتماعيا أسريا وحتى وظيفيا إذا كان ملتحق بعمل أو طالب في دراسة طيب ما هو دور الأسرة في حماية أبنائها من مخاطر الإدمان وتعاطي كذلك المواد المخدرة جميل الأسرة دورها كبير الأسرة هي البيت الأساسي هي اللي نعتمد عليه في الطرق اللي قائمة مع المخدرات متى ما كانت الأسرة متماسكة متى ما كانت الأسرة العلاقات بين أفرادها قوية ما فيها رسمية أستاذ الفاضل يعني خلينا نقول الأب قريب الأولاد والأم قريبا بناتها الأولاد مع بعضهم الزوجين الجو العام للأسرة فيه حتى جو الحوار والمناقشة هذا بعد ما شاءت الله راح تكون خلينا نقول حاجز أمام الوقوع في الإدمان والمخدرات للتوضيح فقط يعني كيف تكون الأسرة علاقتها مع بعضها رسمية حتى تتضح خلينا نقول كثير خصوصا في الوقت الحالي نجد كثير من الأسر حتى جلوسهم مع بعض قليل أصبح الآن اللي مرتبط بعمل مرتبط بالشغل اللي أحيانا ممكن ما يلتقون في بعض الواجبات ما فيه أنشطة تشاركونها فيما بينهم الأبن لو عنده سر معين أو عنده موضع معين يستحي أنه خلينا نقول أنه يحكي يحكي الوالد أو حتى الوالدته فمتا ما كانت رسمية بمعنى أنه كان الجو خلينا نقول ودي فيما بينهم الجو فيه حوار كثير فيه قرب من بعض فيه فهم لمشاعرهم فيه فهم حتى المشاكل اللي هم يمرون فيها دور من تلطيف الأجواء في العائلة طبعا رب الأسرة رب الأسرة نقصد فيها الأم والأب أيضا ليس الأب فقط فمتا ما كان نشأوا الأطفال من البداية على هذا الجو بالتأكيد راح تعودون عليه وعلى فكرة أستاذ الفاظر مهارات يسمونها مهارات الوالدية كل المنظمات العالمية في سبل الوقاية من المخدرات وضعتها كرقم واحد في أول الطرق للوقاية المخدرات طبعا نتكلم عن الوقاية المخدرات بأقسامها المختلفة في الوقاية الأولية وفي الوقاية الثانوية الوقاية الأولية اللي نقصد فيها أنه الشخص لم يقع في دائرة الإدمان فإحنا نحطين هذا الحاجز قبل أنه ما يقع في دائرة الإدمان وفي الوقاية الثانوية لو قدر الله وقع في دور أو وقع في دائرة الإدمان كيف إحنا نقدر نمنعه بعد ما نعالجه من أنه ينتكس مرة ثانية طيب قد يعني يسأل الشخص كيف أتحدث مع أطفالي عن الإدمان والمخدرات والتعاطي جميل طبعا التحدث ليس لكل سن طريقة مختلفة وليس كل سن نستطيع نتحدث يعني أمامه بأريحية أكثر وبتفاصيل أكثر لكن الأسرة بشكل عام المفروض أنها تعرف إش هي العلامات الوقوع في مخدرات أنه متى أنا أبدأ أعتقد أنه هذا الإبن أو هذا الإبن وقعت في دائرة مخدرات إش هي الأعراض الجسدية إش هي الأعراض النفسية أعراض جسدية لما أحس أنه صحته بدأت تتدهور قليلا مع عدم وجود سبب مرضي واضح أحيانا يكون فيه شحوب في الوجه أحيانا فيه إحمرار في العين أحيانا نزور في الوزن هذه من الأعراض الجسدية اللي تخلينا نقول أنه ممكن فيه علامات التعاطي الأعراض النفسية كثيرة من ضمنها أحيانا سرعة النرفزة العصبية المزاج المتعكر أحيانا بعض الأعراض الذهنية اللي ممكن تكونوا يتكلم مع نفسه مثلا أو أنه يسمع أشياء ما حد يشوفها اللي نحن نسميها لهلاوس ففيه العراض النفسية العراض جسدية وبالتأكيد هذه رح تنتج عندنا إيش أنه فيه خلل وظيفي إذا كان الطالب مدرسته بدأ يتأثر وبدأ مستوى دراسي يقل أو هو موظف بدأ يقل أداءه وإنتاجية وكفاءته إذن فيه خلل لا بد نبحث عنه أنت كاستشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان القصة التي شهدناها قبل قليل في التقرير للطفل الذي يعيش بلا مأوى في أحد الأماكن المهجورة عمره 16 عاما كيف تنظر لهذه القضية كطبيب نفسي ومعالج للإدمان طيب في البداية لن نستطيع أن نضع الحكم الكامل عليها حتى ننجس مع صاحب القضية ونقيم حالته وتقيم كامل صاحب القضية الطفل أم العائلة بالكامل أنا أمامي في القضية هذه هو الطفل الأمامي خلينا نقول صاحب العمر 16 و 17 سنة فأنا لا بد أن أجت معه ونقيم الحالة وأخذ تفاصيلها كامل أكيد للأسرة دور في هذا السن الأسرة دور ويبدو أن دور الأسرة هنا مفقود يعني كيف لعائلة أن تترك ابنها يخرج ويعيش بلا مأوى لمدة طويلة تقارب السنتين على ما أعتقد لا أستطيع أن أطلق حكم أستاذ الفاطل بدون ما أقع على تفاصيل القضية ولكن بكل تأكيد مهما كان السبب ليس هناك دافع أن يخلي ابني في الشارع في هذا الوقت وفي هذا المكان المهجور وفي دائرة عظم خدرات حصوصا أنه في خدمات موجودة لعلاج الإدمان هل هناك قصص تتشابه مثل هذه القصة تصلكم كأطباء نفسيا ومعالجين للإدمان؟ والله يجينا قصص كثيرة لكن في السن هذا بالطريقة هذه بأنه شخص في السن هذا خارج بيته في مكان مهجور فترات طويلة بلا مأوى بلا أكل قليلة جدا قد نجدها في سن أكبر خصوصا مع المرضى لحالات متخرة أحيانا اللي نجدهم أحيانا في الشوارع بلا مأوى وأحيانا مع بعض المواد شديدة الإدمان طيب مثل هذه الحالة يعني كم تحتاج للعودة لحياتها الطبيعية؟ طبعا بعد التقييم الكامل والشامل رح يتم وضع الخطة العلاجية إذا كان هناك حاجة للتدخل الدوائي نبدأ بمرحلة لزالة السموم حسب المواد اللي هو يتعطاها وبعدها يبدأ البرامج التأهيلية يعني حتى نستطيع أن نقول نجحنا كعلاج إدمان كامل كعلاج إدمان وليس الجوانب الأخرى طبعا الجوانب الاجتماعية جزء من علاج إدمان يهتم نظر لها تتراوح المدة تقريبا حوالي السنة يعني أو أقل طيب دوركم في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أنتم كرئيس لهذه اللجنة لجنة العلاج والتأهيل ما هو دوركم في مثل مثلا هذه القضية التي شهدناها؟ طبعا نحن نتكلم عن دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بشكل عام بعد صدور البرنامج الأساسي لها في عام 1430 كان هناك لخص دورها بشكل كبير أهم دور عند اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات هي رسم ووضع الاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحة المخدرات أيضا التنسيق في جهود الأجهزة الأمنية العاملة في مجال مكافحة المخدرات أيضا دعم من يريد من الباحثين والمتخصصين العاملين في هذا المجال في مجال البحوث والدراسات متعلقة بمجال مكافحة المخدرات أيضا وضع الأطر والأسس الأساسية حتى لأن مجتمعات أو خلينا نقول جمعيات المجتمع المدني اللي ممكن تشارك في مجال مكافحة مخدرات دور أساسي هو الربط مع الجهات الأخرى العاملة في هذا المجال التقديم وإنشاء البرامج التوعوية والتثقيفية في مجال مكافحة مخدرات المسموعة والمرئية وأيضا حاليا في موضوع وسائل تواصل الاجتماعي وممكن حسابات اللجنة وقربها من الشارع من وقت لآخر وخصوصا في المناسبات الأساسية وبشكل مستمر في التثقيف عن موضوع مكافحة مخدرات دورها موجود ملموس توجيهات سمو سيدي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز مسعود بن نايف رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة مخدرات واضح بهذا الشأن دوره ودعمه لجهود اللجنة ملموسة وواضحة اللجنة لها أدوار رئيسية وكبيرة نتمنى بإذن الله عن فترة قادمة أنه تكون فترة ذهبية وفترة بإذن الله في استمرار العمل الذي تم به سابقا في مجال مكافحة مخدرات يعني قبل قليل في وصفك لحالة الشخص المدمن وكيف تتعرف العائلة ربما لإنقاذه في وقت مبكر ولكن ما هو أو ما هي الطريقة الصحيحة التي يجب أن يتعاملوا بها مع الموقف في حال اكتشافهم أن ابنهم مدمن أو يتعاطى المخدرات جميل أول نقطة عندما اكتشف ابني مدمن مخدرات لابد هي أنا أني أواجه المصارحة والمواجهة هذه رقم واحد المصارحة مواجهة مو معنى أني أنا أعنفه مو معنى أني أنا أقص عليه بالعكس مثلما ذكرنا أهمية الحوار والجو الأسري المستقر هذا رح يعطيني أني أنا ممكن أتكلم معاه وواجهه أنا يا ابني أنا شايف عندك مشكلة وتدل أنك واقع في مجال الإدمان وأنا أقدم له الدعم والمساعدة الدعم والمساعدة ما هي فقط كلام لا أنا أجلس معاه أتفهم خلنا أقول كيف وقع في هذه المشكلة وكيف أنا ممكن أشرح له عن أثار هذه المشكلة وكيف أيضا أقول الخدمات المقدمة في مجال علاج الإدمان وكيفية الوصول لها صحيح ما زال فيه خلنا نقول وصمة أو بعض العواقق تجاه علاج الإدمان لكنها أفضل من السابق خصوصا ما تطور خدمات المقدمة في مجال علاج الإدمان